يسعد لي كلها وقتكم من مطبخ لولو اليوم صفتنا بتعقد شاورمة اللحم على الطريقة اللبنانية الأصلية يعني هايدي الوصفة رح تعجبكم كتير كتير أنا متأكدة لأنه عائلتي كتير بحبوها شايفين المنظر كأنكم جايبينها من المصدر يعني نفسه يعني من المحلات تتبيلتها كتير سهلة ما بدها شيء ومكوناتها بسيطة وطعمتها روعة تمبستوا فيها كتير هايدي الوصفة يلا حبيب قلبي نروح نشوف الطريقة والمقدير عندي كيلو من اللحمة البقر مقصوصة هيكي متل ما شايفين أصابع بتقولوا للحام بقصلكم ياها وانتو بالبيت بتجيبوا شقفة لحمة بتقصوها أصابع عندي هوني بصل صغيرة مهروسة وعندي هوني كمان شقفة من لية الغنم إذا ما حطيتو لها لية غنم ما بتزبط بدها لية غنم لأنه الفيلة اللحمة يلي حطينا ما فيها دهن لازم يكون فيها شيء سقسي يعني لحتى تطلع طعمتها للشورمة حطيت اللية فوق اللحمة وهلأ بدي زيد عليهم معلق الطعام ملح انتو حسب ما بتحبوا الملح بتزيدو وعندي هوني بهارات الشورمة معروفي وين من كان وين ما رحتو بتلاقو بهارش شورمة شورمة لحمة أكيد رح زيدها فوق منهم عندي تقريبا معلقتين طعام وعندي تقريبا نص كوب من الخل نص كوب شاي من الخل الأحمر أو خل العنب أو خل التفاح ما بتفرق وعندي هوني المكون الأساسي يلي رح يعطينا الطعام لغير شكل المكون هو الطحينة عندي هوني نصف كوب شاي من الطحينة زدتهم فوق اللحمة وهلأ بدي أخلطهم مزبوط مع بعضهم لا يتجانسوا كلياتهم يعطونا الطعم الطيب المميز اللي بدناي خلطناهم مزبوط مزبوط من بعد ما خلطناهم رح أزيد فوق منهم كمان كوب من الزيت النباتة لحتى بس يدخلوا على الفرن يستووا ويقوموا كمان الزيت بيطر اللحمة أكيد أنتوا اللحمة جايبينها طرية بس كمان الزيت بيطر اللحمة ولازم نحط لها ندفت زيت هلأ رح نخلطها مع بعضها وبدنا نغطيها ونحطها بالبراد لمدة سعتين تلاتة وإذا بدكن فيكن تنقعوها قبل بيوم وتشتغلوا فيها تاني يوم وفيكن كمان تفرزوها بالفريزر هي ومنقوها وهلأ بدنا نروح لنعمل الطحينة عندي هوني طحينة حتى يتلها أنا توم ونتفت حامض وهلأ بدي أخلطها متل ما شايفين هاي دي بعدها منا مخلوطة وصفة الطحينة أو صلطة الطحينة موجودة عندي بالقناة ورح أطلكن الفيديو بصندوق الوصف لتشوفوا طريقتها وهلأ هون من بعد ما زبتلها الملح ضليتني حركها لحتى صارت بهذا القوام المطلوب قصت البصل البصل اللي بدنا نعمل فيه صلطة البيواز بهذه الطريقة يعني قصيناه جوانح وفرفطناهن وحطيناهن بالصحون وهلأ رح نقص البقدونس كتير طيب معها البقدونس والبصل من بعد ما قصينا البقدونس انتقلنا نقص البندورة كمان البندورة لازم تنحط معها شلنا الشوارمة من البراد وجبناها على الجاطية اللي بدنا نفوتها فيه على الفرن حطيت الشوارمة بقلب البايريكس وفرفطتها متل ما شايفين وفرفطتها عشان تاخد الاستوى تبعها من كل الجهات وهلأ رح زيد عليها بعض حبات من البندورة الطماطم ما رح حط هالمرة بقلبها طماطم انا عادتها بحط لها طماطم شقف صغيرة بس هالمرة حبيت حط لها يون كامل اكيد من بعد ما دخلتها على فرن حامي تركتها لحتى تبلشت بالاستوى صرت كل شوي يقلبها وارجع سكر عليها لحد ما خلصت بس تشوفوها شوي تأمرت من فوق بتكون خلصت البندورة هوني عطتنا عصارة خلت الشوارمة تكون مسأسقة غير شكل وهلأ بدنا نروح نعمل سندلش مع بعض عندي رغيف خباز عربي رح افتحه وحطه على بعضه متل ما بيعملوا بالمحلات بالضبط من بعد ما فتحت الرغيف هلأ رح اخده على الصينية وسأسقه بالمرأة تعيد الشوارمة رح حطه يعطينا طعم روعة رح ارجع حطه بالصحان وحطه عليه نتفي من الشوارمة اللي عملتها هلأ انتو اذا عندكن حمص بطحيني كمان فيكن تحطه اول شي حمص بعدين الشوارمة رح زيد فوق مننا هلأ صلاتة البيوازي اللي هي البصل مع البقدونس رح زيد فوق منهم شرائح من البندورة وانا هوني بدي اعتذر منكن لانه كان لازم حط فوق منن سوس التراتور بس بهيدا الوقت انطفى عندي التليفون وراح الفيديو يعني حطيت كبيس وبعدين تراتوره وبعدين رجعت غمصتها بالصوص طبع الشوارمة واخدتها على المقلية لحمرهم والساندوش انه بالمقلية تقلتهم بتققالة عشان ياخدوا الشكل ومن تحت ما يفتحوا هلأ ححط التققالة عليهم واتركهم لحتى يتحمروا من تحت واكيد على نار متوسطة وبدنا ننتبه كتير ما ينحرقوا يعني بدنا كل شوين نقلبهم ونشوف متل ما شايفين اخدوا لون بيعقد رجعت قلبتهم وكبستهم بالكباسة مرة تانية واذا عنكن الشوية السب فيكن تحطوهم بقلبها وتكبسوهم كمان نفس النتيجة رح يطلع عنا عملت ساندوش تانية وحطيت فيها اللحمة وحطيت فيها قطع البندورة يلي انا شويتها مع اللحمة وصلتت البيواز واكيد رح حط كمان الكبيس اي نوع كبيس انتو بتحبوه انا حطيت كبيس لخيار وحطيت فوق منن التراتور شايفين قوام التراتور قداش هو اسميك انا مبحث للتراتور ابدا لبن وهلأ عملف الساندوش بدي حطة كمان بقلب المقلية لحلف الساندوش مزبوط واخدها كمان على الشورمة وحطة بقلبها لتاخد السوس طبعها لتتأمر بقلب المقلية وحطيتها معرفقاتها متل ما شايفين طلعهم امرين وغير شكل طعمتهم ما بخبركم قديش هي الطعمة طلعت كأنكم جابينهم من المطعم انا دايما بعمل هاي الطريقة واذا بتعملوها على السيخ كمان بيطلع عندكم نفس النتيجة وهاكي خلصوا عندك الساندوشات كلياتهم عم سماكن صوت القرمشة تعيتهم وهون قصات واحدة لوارجيكم قلبك يفطالع واو واو ما بخبركم الريحة والطعم والشكل غير شكل هلأ رح زين صحنة وارجيكم النتيجة النهائية رح زين صحنة بشوية بطاطا مقلية لازم يكون دايما البطاطا مرافقة عنا الشوارمة واكيد رح زينها كمان بشوية مخلل كبيس خيار انا حطيت يعني ازا ما كفاكن بقلب الساندوش فيكن تاكلوا من الصحن وكمان رح رش عليها شوية بقدونس للتزيين ما بخبركم الريحة مع باي المطبخ شكل الصحن شاهي جدا ما بعف انتو شو رأيكم قولولي رأيكم بالكومنتات بتمنى تجربوا وصفتي وتعطوني رأيكم كمان انا متأكدة ان رح تعجبكم وهيك حبيب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون للاعجبكم واذا اعجبكم ياريت تعملولي لايك وشير وسبسكرايب بتشكركم كتير على المتابعة وإلى اللقاء بفيديو جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر